أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمره ونتوكل عليه ونثني الخير كله عليه نشكره جل وعلا ولا نكفره ونخنع ونخلع ونصرق من يكفره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونأكد نرجو رحمتك ونخاق عذابك إن عذابك الجد بالكافرين ملحق ونشهد أن سيدنا وعظيمنا ومعلمنا وأسوتنا وقدوتنا ودليلنا على الله عز وجل الرحمة المهدات والنعمة المستات للعالمين نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمامة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين ومؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العين العظيم سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهمنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يقه غولي أشار الصالحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصر إن شاء الله الكلام حول أمراض القلوب وقد توقفنا بالأمس حول العجب ورأينا أن من نتائج العجب الكبر وهذا هو موضوع درسنا اليوم إن شاء الله فالكبر هو متولد عن العزب والكبر هو مرض من أمراض القلوب الخطيرة لأنه هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير أو احتقار الناس وازدراؤهم هذا هو الكلام وبسبب هذا المرض طرد الله عز وجل إبليس من جنته لأنه استكبر إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فالكبر مرض خطير إذا دب إلى القلوب قتلها وقد سماه البعض بأنه شرك أصغر وسنرى ذلك إن شاء الله في الحديد لأن كثير من الناس لا يبالون من هذه الأمراض وجراثمها تتقوى في قلوبهم حتى تموت هذه القلوب من هذه الأمراض وقد ورد في ذن الكبر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقار ذرة من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقار ذرة من كبر وأينا لم توجد فيه هذه الضرر أو مثقار هذه الضرر إذا فتجت لا محال أنك ستجد شيئاً إن لم تجد كبر كله ستجد بعضاً وشيئاً منه في قلبي وكثير من الناس هذه الأزمين معرضون عن قلوبهم مشتغلون بغيرهم الناس في هذه الزمن العالي أمراض يعني استشرت في الأمة أن الناس أصلحوا يتتبعون عورات غيرهم ولم يتتبعوا عورات قلوبهم فيطهروا ما بها من الأمراض وكما قال أحد الشعراء لسانك لا تذكر به عورة مريب فكلك عورات وللناس السنو وإن عينك أبدت إليك مساوئاً فقل يا عين إن للناس أعينهم إن ما تراه من النقص في إخوانك أكثر منه فيك وإن ما تقوله من التجريح تجرح إخوانك أكثر ما فيك أكثر مما فيه ولكن الناس أصيبوا بهذه البلوى في هذا الزمان فلا تكاد تجد رجلاً يتفقد أحوال قلبي بل يتتبع أوراق الناس وعيوبهم هذا مشري وهذا فاصق وهذا مؤتدع وهذا ضال وهذا قال كذا وكذا وهذا قال كذا وكذا حتى تجدهم أصبحوا يشغلون بتأويل كلام هو في غالة الصراحة والوضوء ويحملونه ما لا يتحمل هذه من أمرار أمرار رسمت في قلوبهم فنتج عنها هذا وفي ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان بقلبه مثقال ذرة من كبر فقال الرجل يا رسول الله إني أحب أن أرى نعلي حسن وثوبي حسن هكذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أشكل عليه الأمر إذا كان لباس الثياء أحسن ثياء كبر مشكلة وإذا كان لبس نعالي الحسنة كبرا مشكلة فسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فقال إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا فقال عليه الصلاة والسلام إما الله جميل يحب الجمال وعرفه بالكبر وعطاه الحد يا الكبر تهريفه الكبر حده الكبر هو ماذا هو بطر الحق وغمط الناس أن يرد الحق وازدراء الناس واحتقاطه هذا هو الكبر أعطاه الحد يا الكبر أنه ينقرش في التوه الحسان نعلم الحسان والمنبس الحسان والمركب الحسان والمسكن الحسن لأن الله جميل يحب الجمال وعلمه بأن الكبر هو بطر الحق أي رد الحق على مقبوله وكثير من الناس يقبل الحق وإن جيتهم بكل آية لا يؤمنون لا يطرح لهم أبدا ولو كان حقا ويرى أنه على باطئ فهو يتكبر ويحاول دفع هذا الحق ولا يعتبر وغمط الناس أي احتقار النات وقد ورد كما قلنا في الدروس التي مضت بحسب مريني من الشام أن يحكر أخاه المسلم أن تحكر أخاك المسلم أن تحتاجه ثقرة وتزدريه وترى لك فضلا عليه وترى قدرك فوق قدره هذا هو غمط الناس كما قال عليه الصلاة الكبر بطر الحق وغمط الناس أما أن يكون توبك حسنا وملبسك حسنا ومركبك حسنا ومسكنك حسنا فإن كان فيه إخلاص النية لله عز وجل لأنك تتنعم بنعمه ولا يخرج لذلك شيء من الكبر هذه من نعم الله التي يحب أن يرى أثرها على عباده وإلا إذا كان القلب مملوه وهو الذي يدعك أن يكون توبك حسنا ونعلك حسنا ومركبك حسنا كي يراك الناس ويقدروا قدر ويعطوك منزلتك هذا من الكبر إذن رأس الأمراض كلها هو القلب 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 مجرد تغير فيه موجة في موجة يتغير العمل كله سبحان الله ولذلك الرسول الله يصبح قال إلا الله لا ينطر إلى جسالكم وإنما ينطر إلى نطر بكم يعني القلب هو محل نظر الرب كما قلنا القلب محل نظر الرب وقد ورد أيضا في ذنب الكبر وغيره من بعض الصفات الشعر عن أسماء منزع ميس وهذا حديث مهيم أصوده عليكم أنه طويل رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعاب بئس العبد دم هذا العبد دم وسمىه عبد بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعاب أي تكبر في الأرض وابطر الحق وغمط الناس واحتقرهم وازدراهم هذا ليس هذا العبد ونسي أن جبروا فالله وكبرياء وهو القائد في الحديث القدسي الكبرياء وردائه فقد تردى بددائه غيره لأنه بدداء الله عز وجل بئس العبد عبد تخيل واختار ونسي الكبير المتعاد بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى بئس العبد أيضا تصف بالجبروت تقى وتجبر واعتدى على محروقات الله عز وجل ونسي جبروت الله سبحانه وتعالى إلا إلا لأنه قائد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إلا أخذه أليم شديد فجبروت الله عز وجل وهو أعلى من أي جبروت